مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث شعبة الشؤون القرونية وطلاب الصف الخامس شعبة الإدارة والتسويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية اليوم إن شاء الله نتناول موضوع مهم جدا وهو بأنوان التوجيه المحاسبي لعمليات الدفع الإلكتروني طبعا احنا اتعرفنا في الحلقات السابقة في الفصل الدراسي الثاني عن طرق الصرف وقلنا أن احنا عندنا طرق ثلاث طرق للصرف ثلاث طرق محددين للصرف صرف أي مبالغ من الوحدات الحكومية الإدارية قلنا عندنا الصرف بشيكات والصرف بإذن صرف والصرف بأوامر الدفع الإلكتروني ووضحنا في الحلقات السابقة الطريقة اللي بنسجل بها الأحداث والعمليات المالية الحكومية المتعلقة بالصرف طبعا واتكلمنا عن طريقتين وهي طريقة الصرف بشيكات وطريقة الصرف بإذن صرف ووضحنا طبعا أن في حالة الصرف بشيكات بيكون الطرف الدائن أو أحد الأطراف الدائنة بيكون حساب الشيكات يعني الشيكات بتكون في الطرف الدائن ووضحنا كذلك أن في حالة الصرف بإذن صرف بيكون الطرف الدائن حساب الحوالات وأوضحنا طبعا أن مصير الشيكات بعد الشيكات الصادرة التي تصدرها الوحدة سدادة لمصرفات عليها أو لاستخدامات مستحقة على الوحدة أو لمبالغ مستحقة للغير لدى الوحدة الحكومية الإدارية قلنا طبعا الشيكات بيبقى مصيرها إما الصرف وإما الارتداد يعني ترد مرة أخرى للوحدة الحكومية وإما الفقدة أو الضياع وبيتم في هذه الحالة استبدال الشيك المفقود بشيك آخر جديد ووضحنا المعالجة المحاسبية لهذه الحالات كذلك أيضا قلنا مصير إذن الصرف بعد الإصدار إما الصرف وطبعا بيصرف إما أن يصرف من خزينة الوحدة وفي الحالة دي هيكون الطرف الدائم من القيد حساب الخزينة والطرف المدين طبعا بالطبع هيكون حساب الحوالات أو أن إذن الصرف يصرف أو يكون مسحوب على هيئة البريد أو أحد مكاتب البريد وفي الحالة دي طبعا بنقول من حساب الحوالات في حالة الصرف إلى حساب جاري نقدية بالبريد أمنات قلنا مصير إذن الصرف زي الشيكات بالزبط الصدرة يأما التحصيل يأما الصرف يأما يصرف صاحب الحق يصرف الإذن أو إن الإذن يترد مرة أخرى تاني للوحدة الحكومية الإدارية أو يفقد إذن الصرف ويتم استبداله بإذن صرف جديد اليوم إن شاء الله هنتكلم عن أو نستكمل الطريقة رقم 3 من طرق الصرف وهي طريقة الدفع الإلكتروني وهنتعرف على العمليات اللي بيتم تسجيلها داخل الدفاتر والتي تم إجراءة لها عمليات الصرف طبعا أو عمليات المصفات والتي تم إجراءها بطريقة الدفع الإلكتروني هنتعرف على تعريف الدفع الإلكتروني وأهميته ومميزاته وإنه بيجيلك في الاختبار أسئلة نظرية على الدفع الإلكتروني في تاخد بالك فهنتعرف طبعا على تعريف الدفع الإلكتروني أهمية الدفع الإلكتروني ومميزاته تعريف أوامر الدفع وسائل الدفع الإلكتروني وأنواع المدفوعات الإلكترونية وأطراف عملية الدفع الإلكتروني كذلك هنتعرف عن المحددات والمعايير الفنية للدفع الإلكتروني وأنواع الوحدات الحسابية وكذلك هنوضح المعالجة المحاسبية للدفع الإلكتروني أو للعمليات أو عمليات الصرف بأوامر الدفع الإلكترونية وكذلك المعالجة المحاسبية لإقفال الوحدة الحسابية في نهاية السنة المالية لو كان لدينا متسعى من الوقت هنحاول أن ناخد تدريب عام على التوجيه المحاسبي للمصرفات ونراجع مع بعض عمليات الصرف بإذن صرف وعمليات الصرف بشكات تعالوا أعزائي الطلاب نبدأ ونشوف أول جزئية معنا وتعريف الدفع إلكتروني إيه المقصود بالدفع إلكتروني؟ الدفع الإلكتروني هو عبارة طبعا عن منظومة متكاملة من النظم والبرامج اللي بتوفرها طبعا الحكومة إلكترونيا بهدف تسهيل إجراءات الدفع الآمن والتي تعمل تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن السرية نحن ملتزمين بتعريف الدفع الإلكتروني الوارد طبعا في كتاب المدرسة هو كتاب المدرسة بيعرفوا أنه منظومة متكاملة من النظم والبرامج طبعا برامج كمبيوتر برامج حاسوبية يبقى هو عبارة عن منظومة متكاملة من النظم أنظمة الحاسب وبرامج الحاسب اللي بيتم استخدامها وبتوفرها الجهات الحكومية الإدارية إلكترونيا ودي طبعا بهدف تسهيل إجراءات الدفع الآمن ودي بتعمل تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن سرية البيانات وسرية عمليات الدفع طيب إيه هي أهمية مميزات الدفع الإلكتروني أعزائي الطلاب؟ طبعا من أهم مميزات الدفع الإلكتروني واللي بتحدد طبعا أهميته أنه رقم واحد سهولة الاستخدام أن الدفع الإلكتروني دي طبعا بيكون سهل الاستخدام اتنين آمن لحامله طبعا بيكون فيه أمان وحفاظ على أموال الغير طبعا لأن عملية الدفع بتتم عن طريق الوسائل الإلكترونية تلاتة طبعا تفادي الصرقة والضياع أربعة عدم التقيد بالحدود الجغرافية ويمكن أن نسدد أي مبالغ حتى خارج الحدود الجغرافية الخاصة بنا عن طريق شبكة طبعا الشبكة الدولية للمعلومات اللي هي الإنترنت يبقى أنا عندي مميزات للدفع الإلكتروني أول ميزة عندنا سهولة الاستخدام آمن لحامله طبعا تفادي الصرقة والضياع وعدم التقيد بالحدود الجغرافية وطبعا بتتعدى حدود جمهورية مصر العربية ممكن نسدد أي مبالغ مستحق علينا خارج البلاد خمسة زيادة عملاء البنوك وأجبار طبعا العملاء على فتح حسب بنكية لأن أي شخص عايز يستخدم الدفع الإلكتروني لابد أن يكون له حساب بنكي داخل أحد البنوك المتواجدة داخل الدولة أو خارجها يبقى أنا عندي خمس مميزات بتمثل أهمية الدفع الإلكتروني واستخدامه كوسيلة من وسائل سداد المصرفات الميزة الأولى أنه سهل الاستخدام الميزة الثانية أنه أمان لحامله الميزة الثالثة طبعا تفادي الصرقة والضياع للأموال أربعة طبعا عدم التقيد بالحدود الجغرافية خمسة زيادة عملاء البنوك طبعا لأنه بيتم يكبر العملاء العملاء مكبرين أنهم يفتحوا سبب بنكية ليه عشان يقدروا يستخدموا منظومة الدفع الإلكتروني طب إيه أوامر الدفع طبعا لأن أوامر الدفع الإلكتروني هي تكون محور اهتمامنا واللي طبعا هنستخدمها أو بتستخدم في التوجيه المحاسبي للعملات الحكومية اللي بيتم طبعا صرفها أو المبالغ اللي بيتم صرفها من الحكومة بأوامر الدفع الإلكتروني أوامر الدفع هي عبارة عن طلب طبعا بيوجه للإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية يبقى أمر الدفع الإلكتروني هو عبارة عن طلب موجه للإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية برقم معين طبعا وبتاريخ محدد ومبلغ معين لأمر شخص معين أو جهة معينة تسمى طبعا المستفيد يبقى أمر الدفع الإلكتروني هو عبارة عن طلب هذا الطلب بيتم توجيهه للإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية يبقى هنا أمر الدفع بوجه لوزارة المالية بإدارة الحسابات برقم معين وتاريخ معين ومبلغ معين لأمر شخص معين أو جهة معينة بتستفيد أو هي اللي بيكون مستفيدة من أمر الدفع عندنا أنواع طبعا أو وسائل للدفع إلكتروني عندنا كذا طريقة بيتم بها الدفع إلكتروني أو كذا وسيلة تعالوا نشوف مع بعض أنواع أو وسائل الدفع إلكتروني أول طريقة أو وسيلة من وسائل الدفع إلكتروني البطاقات مسبقة الدفع مبلغ بيتم إداعه بأحد البنوك في بطاقة من البطاقات اللي هي طبعا بتسمى البطاقات مسبقة الدفع وبعدين بيتم بيستخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء وكل ما المستخدم يقوم بالشراء يتم خصم جزء من هذه البطاقة يبقى من وسائل الدفع إلكتروني البطاقات مسبقة الدفع بيتم إداء مبلغ محدد في حساب بطاقة محددة بيكون طبعا بتكون مع المستخدم أو صاحب الحق وبيستخدمها في الشراء بيودة المبالغ ثم بعد كده يبتدي يستخدمها إلى أن ينفذ رصدها كل ما يشتري يبتديت ايه يتخصم من هذه البطاقات مسبقة الدفع يبقى البطاقات مسبقة الدفع هي بطاقات إلكترونية أيضا بيقوم طبعا المستفيد من خلال أحد الشركات اللي بتعمل في مجال الدفع إلكتروني أو البنوك بطلب بطاقة من بطاقات مسبقة الدفع بيدفع طبعا مبلغ من المال محدد وبتكون البطاقة بهذا المبلغ وبعدين كل ما يستخدم هذه البطاقة في الشراء يتم خصم المبالغ منها بثمن الشراء أو بالمبالغ اللي بيستخدمها من هذه البطاقة إلى أن تنفذ هذه البطاقة ويعوز يستبدالها تاني استبدالها بطاقة جديدة النوع التاني وهي بطاقات الإتمان ودي طبعا بتصدرها البنوك مع شركات الدفع الدولية يبقى بطاقات الإتمان بتصدرها البنوك مع شركات الدفع الدولية وبتستخدم للسحب النقضي أو دفع قيمة المشتريات أيضا يبقى بطاقات الإتمان ده النوع التاني من أنواع الدفع أو وسائل الدفع الإلكتروني وهي طبعا بتصدرها البنوك مع شركات الدفع الدولية وبتستخدم للسحب النقضي أو دفع قيمة المشتريات. النوع التالث من وسائل الدفع الالكتروني بطاقة القيد الاقتمانية. وبطاقة القيدة الاقتمانية عزاء الطلاب دي بتشبه بطاقة الاقتمان لكن بتختلف عنها في انها بتطالب العميل بدفع المبلغ المستحق عليه فور استلام كشف الحساب. يعني بطاقة القيدة الاقتمانية هي شبيهة ببطاقة الاقتمان بتصدر طبعا من البنك طبعا بالاتفاق مع شركات الدفع الدولية. وإلا انها بتختلف عن بطاقات الاعتمام في انها بتطالب العميل طبعا بدفع المبلغ المستحق عليه فور استلام كاشف الحساب يعني اول ما العميل استلم كاشف الحساب بيبقى مطالب انه يسدد المبالغ المستحق عليه ببطاقة القيد الاعتمامية اخر نوع وهو طبعا اكتر نوع متطور من وسائل الدفع الالكترونية اللي هو البطاقة الزكية وطبعا دي بتحتوي على معلومات صاحب البطاقة ويمكنها او يمكن من خلالها تخزين معلومات بساعة كبيرة جدا بتفوق غيرها من الوسائل السابقة اللي هي طبعا سواء كانت البطاقات مسبقة الدفع او بطاقات الاعتمام او بطاقات القيد الاعتمامية طبعا البطاقة الزكية بتكون ايه افضل من هذه الانواع احنا عندنا اربع انواع او اربع وسائل للدفع الالكتروني اول نوع اللي هو البطاقات مسبقة الدفع النوع التاني بطاقات الاعتمام النوع التالي بطاقات القيد الاعتمامية النوع الرابع وهو البطاقة الزكية ايه هي انواع المدفعات اعزاء الطلاب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي انواع المدفعات اللي هتقوم بدفعها او بسددها الوحدات الحكومية الادارية ايه هي المصروفات او الاستخدامات اللي هيتم سددها باستخدام اوامر الدفع الالكترونية عندنا اول حاجة مدفعات المرتبات بيتم دفع مرتبات الموظفين والعملين في الدولة باوامر الدفع الالكتروني كذلك بيتم دفع مصروفات التأمينات بأمر دفع اشتراقات التأمينات والمعشات الإلكترونية يبقى أنا عندي خمس أنواع للمدفوعات الإلكترونية اللي بتقوم الوحدات الحكومية الإدارية بدفعها رقم واحد مدفوعات المرتبات رقم اثنين مدفوعات التأمينات رقم ثلاثة مدفوعات الضرائب طبعاً بيتم ذلك بإذن تسوية أو تسوية المدفوعات الإلكترونية بين الوحدات الحسابية طبعاً وحدات حسابها الخاصة بالوحدات الحكومية الإدارية الخاصة بنا وكذلك مصلحة الضراء أربعة مدفوعات الاستقطاعات ودي طبعاً المبالغ اللي بتستقطع من العاملين ومستحقات العاملين للنقابة والنوادي وكذلك النفقة الشرعية خمسة مدفوعات المحولين على البنوك في حالة أن أحد بعض الأشخاص الموظفين العاملين في الوحدات الحكومية الإدارية يكون واخد مثلاً قارد من بنك أو غيره من السلفيات فبيتم في هذه الحالة بيتم تحويل مرتبه على البنك طبعاً وبنستخدم طبعاً عملية دفع المستحقات اللي عليهم ديت اللي هم المحاولين للبنوك بنستخدم فيها طريقة الدفع أنا عندي خمس أنواع للمدفوعات الإلكترونية مدفوعات المرتبات مدفوعات التأمينات مدفوعات الضرائب ومدفوعات الاستقطاعات وفي الأخير مدفوعات المحولية على البنوك أطراف عملية الدفع الإلكتروني عندنا أطراف لعملية الدفع الإلكتروني طبعاً العميل اللي هو صاحب البطاقة اللي بيستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني يبقى أنا عندي أول حاجة عندي عميل عند اتنين البنك ووكيل البنك ووزارة طبعاً المالية والوزارة مقدمة الخدمة وفي الأخير مركز الدفع الإلكتروني يبقى أنا عندي ست أطراف لعملية الدفع الإلكتروني العميل والبنك ووكيل البنك ووزارة المالية والوزارة مقدمة الخدمة ومركز الدفع إلكتروني عند أيضاً أعزائي الطلاب محددات ومعايير فنية للدفع إلكتروني تعالوا نشوف مع بعض المحددات والمعايير الفنية المطلوبة أو المطلوبة توفرها في منظومة الدفع إلكتروني أول حاجة أعزائي الطلاب لابد أن يكون في بيئة للإنترنت إن الدفع إلكتروني يتم عن طريق وسائل إلكترونية بتعتمد على شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت يبقى أول حاجة من المعايير أو المحددات الفنية المطلوبة للدفع إلكتروني وجود بيئة للإنترنت استخدام قناة اتصال أمنة استخدام وسائل وأدوات اللي سيتم استخدامها طبعاً الماكينية اللي ستستخدم في الصرف تكون أمنة يبقى رقم 2 استخدام قناة اتصال أمنة رقم ثلاثة استخدام الصرف الإلكتروني الموحد رقم أربعة وجود الوزارة طبعا مقدمة الخدمة والوحدة الحسابية وأوامر الدفت دي أعزاء طلاب المحددات والمعايير الفنية المطلوبة للدفت الإلكتروني وخبالي ممكن يجيلي في السؤال في الاختبار يقول لي أذكر محددات أو معايير أو المعايير الفنية المطلوبة للدفت الإلكتروني يقول له أربع معايير أو أربع محددات المعايير رقم واحد هو وجود بيئة الإنترنت المعيار رقم 2 استخدام قناة اتصال أمنة المعيار رقم 3 استخدام الصرف الإلكتروني الموحد المعيار رقم 4 وجود الوزارة مقدمة الخدمة والوحدة الحسابية وأوامر الدف إيه طبعا أنواع الوحدات الحسابية عندنا خمس وحدات حسابية الوحدة الأولى أو الوحدة الحسابية بالباب الأول اللي هو خاصة بالباب الأول اللي هو باب الأجور والمرتبات والحوافز يبقى أنا عندي خمس وحدات إيه حسابية الباب الأول أو الوحدة الحسابية الخاصة بالباب الأول أجور ومرتبات وحوافز الوحدة الحسابية الثانية دي خاصة بالسلع وخدمات ومصاريف الصيانة الوحدة الحسابية اللي هي الرقم 3 ودي خاصة بالباب الرابع وهو خاص بمصاريف الجنازة الوحدة الحسابية الخامسة وهي طبعا خاصة بالباب الخامس اللي هو الباب الخاص بالتعوضات والغرمات والوحدة الحسابية الخاصة بالباب السادس وهو الباب الخاص بالخطة الاستثمارية أنا عندي خمس وحدات حسابية خبالنا وحدة حسابية خاصة بالباب الأول اللي هو الخاص بالأجور ومرتبات وحوافز العاملين الوحدة الحسابية التانية اللي هي الخاصة بالباب التاني سلع وخدمات ومصاريف الصيانة والوحدة الحسابية التالتة دي خاصة بالباب الرابع وهو الخاص بمصاريف الجنازة الوحدة الحسابية الرابعة وهي خاصة بالباب الخامس اللي هو باب التعويضات والغربات والوحدة الحسابية السادسة وهي خاصة بالباب أو الخامسة وهي خاصة بالباب السادس الخاص بالخطة الاستثمارية دي عزاء الطلاب أنواع الوحدات الحسابية ودي أهم الجوانب النظرية اللي ممكن يسألك فيها في الاختبار ممكن يقول لك عرف الدفع إلكتروني يقول لك أسكر وسائل الدفع إلكتروني أو أنواع وسائل الدفع إلكتروني يجيلك نقطة في صحة وقلط او صحة وخطأ على انواع الدفع الالكتروني او على انواع المدفوعات الالكترونية او على مميزات الدفع الالكتروني اخبالي لان ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يسألني مثلا على المحددات او المعيير الفنية الخاصة بالدفع الالكتروني كل هذه الاسئلة بيجيلك في شكل طبعا اختيار ممتعدد او صحة او خطأ او اكمل او اسكر يمكن يقول لي اسكر اهمية او مميزات الدفع إلكتروني. هنتعرف على أسئلة من هذا القبيل. لكن في حلقات قادمة إن شاء الله. لكن خلونا نركز أعزائي الطلاب على الجانب العملي وهو المعالجة المحاسبية للدفع إلكتروني. إزاي بيتم إجراء المعالجة المحاسبية من خلال الدفع إلكتروني أو بأوامر الدفع الإلكتروني. رقم واحد أعزائي الطلاب. لازم أخب بالي أن أنا بسدد مصروفات. يبقى في الحالة دي تلازم أقول من حساب المصروفات. نأخب بينا أننا كنا في التوجيه المحاسب المصروفات بإذن صرف أو بشكات كنت تقول من حساب استخدامات الموازدة. لما أجسل أسدد أي مبالغ مستحقة على الوحدة الحكومية الإدارية. لكن أنا مع أوامر الدفع إلكتروني لما أسدد أي مبالغ مستحقة على الوحدة الحكومية الإدارية أنا هعمل التالي. هقول من حساب المصروفات. واكتب نوع المبالغ اللي بنصدد ده. هل هي تخص الباب الاول هل هي تخص الباب التاني او الباب التالت وعكزا من ابواب الوحدات الحسابية المركزية انا خبالي ان انا عندي طريقة للدفع الاكتروني بفرق بينها وبين الدفع بشكات والدفع بازن صرف الا الدفع بشكات وبازن صرف لما اجا سدد بقول من حساب استخدامات الموازنة الطرف المدين بكون استخدامات الموازنة لكن في الدفع الاكتروني الطرف المدينة اعزائي الطلاب ما بيكونش استخدامات الموازنة الطرف المدين بيكون. عشان ان ان يبقى اخدين بالنا وفاهمين الطرف المدين بيكون حساب المصرفات. وبنكتب بقى اسم الباب اللي بنسددق alongsideAHU. الباب الاول. باب المرتبات بنقول الايه من حساب المصرفات. الباب الاول اجور و مرتبات وتعاودات العاملين. لو بس لو الباب التاني الخاص بالسلع والخدمات. فبقول من حساب المصرفات الباب التاني. اللي هو خاص بالسلع والاخدمات. الطرف الدائم من القيد هيبقى يا عزيزي الطلاب هيبقى اوامر الدفع المرسلة يبقى خبالك انا اقول من حساب المصرفات والمصرفات هنا هتبقى طبعا سلع وخدمات الباب تاني او اي باب لو هو مرتبات اقول من حساب المصرفات ايضا باب الاول مرتبات لكن الطرف الدائم هيكون عندي مبالغ بتستقطع لحساب مصطقة الدرايب وخبالي انا هناك في طريقة الدفع بشكات والدفع بإذن صرف كنت بقول بفتح حساب لمصطقة الدرايب اسمه جاري مبالغ داينة تحت التسويب اسم مصطقة الدرايب بالمبالغ اللي بتستقطع لحساب مصطقة الدرايب لكن مع الدفع الالكتروني انا هسمي مصطقة الدرايب او اي جهة بنستقطع لها مبالغ عشان نوردها الله تاني زي مصطقة الدرايب والتائمات اجتماعية هنسميهم الدائنين هنطلق عليهم الدائنين يبقى الطرف التاني من القيد هيكون حساب الدائنين بالاستقطاعات اقتعاد سواء لمستخطى الضرائب او لغيرها كذلك هيكون الصافي بقى صافي المبلغ هيكون بايه عزيزيه والطلاب هيكون بحساب اوامر الدفع المرسال تعال خليك معايا عشان تفهم اكتر يبقى لو قال لي ان الوحدة الحكومية اصدرت اصدرت مثلا امر اه دفع مثلا سدادة لمبالغ عليها لاحد الموردين هيكون الطرف المدينة عندي عزيزيه والطلاب من حساب من حساب المصروفات وبكتب بقى على طول باب كذا اسم الباب وهل هو بقى مثلا الباب الاول مرتبات وتعوضات العاملين ولا هل هو الباب التاني الخاص بالسلع والخدمات لكن الطرف الدائم هيكون عندي الى مذكورين المبالغ المستقطعة لحساب مصلحة الضرائب هيكون حساب الدائنين وبين كوصين كده لو المبلغ مستقطعة لحساب ضرائب اكتب الضرائب وبعدين المبلغ التاني اللي هيصدر بقى امر الدفع هنقول عليه حساب اوامر الدفع المرسلة اوامر الدفع المرسلة يبقى انا على طول عزيزيه الطلاب اه على طول انا على طول هاخد بالي ان انا اه لما بسجل مصروفات باوامر الدفع الالكترونية بيكون الطرف المدين عندي من حساب المصروفات وبكتب اسم الباب لو الباب الاول اقول الباب الاول وبعدين اكتب اسم الباب لهو مثلا خاص بالمرتبات وتعوضات العاملين لو الباب الاول اقول ايه مرتبات وتعوضات العاملين لهو خاص بالسلع والخدمات الأخرى أكتب الباب التاني سلع وخدمات. الطرف الدائن هيكون عندي حساب الدائنين بأي مبلغ سستقط على أي جهة أخرى فأقول حساب الدائنين وأكتب منك سلعه. المبلغ دي مستقطة المستقطة الدرايب أقول مستقطة الدرايب. وبعدين المبلغ اللي هيصدر به أمر الدفع هيكون على طول أوامر الدفع المرسلة. طيب إيه يا بقى مصير أوامر الدفع المرسلة طبعا هيتم صرفها. منين أعزاء الطلاب يتم صرفها باستخدام الدفع الإلكتروني. فهنقول لما نيجي نصرف بقى أوامر الدفع المرسلة هنقول من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية الوحدة الحسابية المركزية. يبقى على طول عزاء الطلاب أول ما يجيه يبقى عندي قدين طبعا القد الأول هزبت فيه المصرفات من أي باب طرف التاني دائن هيكون إلى مذكورين المبلغة المستقطعة أي جهة. على سبيل مثال مستخدر يكون باسم الدائنين وأوامر الدفع المرسلة بقيمة أمر لإيه الدفع المصدر لصاحب الحق. ونكتب طبعا إصدار أوامر الدفع المرسلة بقيمة ليه المصرفات. أول ما يتصرف عند صرف يبقى ده قيد صرف أوامر الدفع المرسلة. أول ما أصرف أوامر الدفع المرسلة الطرف المدينة يجب بأوامر الدفعة المرسلة بنسبة مبالك. جت في البداية دائنة. ثم بعد كده جت مدينة عندها لإيه? عندها الصرف abundance. سقول من حساب اوامر الدفعة المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. ازاي بقى هصرف المبالغ المستحقة لمصلحة الدرائب. مصلحة الدرائب عندنا إسماء عيه? الدائنين. لما جاء أصدر آمر د iconic لatriamiين اللي هم هيبقوا مصلحة الدرايب. هقول من حساب الدائنين الى حساب اوامر الدفع المرسلة يبقى هاجي تاني اصدار الخطوة التانية اخد بالك عشان عندي اربع قيود عندي اربع قيود القيد الاول هيبقى اصدار ايه اصدار اوامر الدفع المرسلة بقيمة المصرفات بعد كده صرف اوامر الدفع المرسلة بقيمة المصرفات اللي هو القيد التاني القيد التالت هنصدر اوامر دفع مرسلة لاصحاب الحق اللي هم الدائنين طبعا اللي هم مستخطى الضرائب. فهيكون القيد عندي من حساب الدائنين اللي هما طبعا من قصير اللي هما مصلحة الضرائب اكتب الضرائب الى حساب اوامر الدفع المرسلة. طبعا ده كده اصدار اوامر دفع بقيمة المستحق اكتب بقى لو لمصلحة الضرائب اكتب لمصلحة الضرائب. وفي الغالب طبعا في القيد اللي هيجيلنا دلوقتي هيبقى مصلحة الضرائب. يبقى على طول. لما اصدر اي مبالغ اصدر اي امر دفع مرسل لاصحاب الحق. اقول من حساب الدائنين الى حساب اوامر الدفع المرسل. طب لما يجي طبعا ده شرح القيد. لما يجي يصرف بقى. يبقى ده اول خطوة اصدار. كده اصدار امر الايه? امر الدفع. بعد كده هيجي ايه لو يحصل? امر الدفع ده هيصرف? يبقى عند الصرف هجيب اوامر الدفع ما دي نقول من حساب اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية. لان عزاء الطلاب بيتم صرف اوامر الدفع الالكترونية من الوحدة الحسابية المركزية. حنا كنا قبل كده في الشيكات كنا بنقول ان الشيكات بتصرف من ايه? من البنك المركزي. فكنا بنقول عند الصرف مش كات الى حساب جاري البنك المركزي. لكن اوامر الدفع المرسالة اللي هي الاوامر الدفع الالكترونية او الدفع الالكتروني لما نيجي نصرف اي امر دفع بنقول من حساب اوامر الدفع المرسالة الى حساب الوحدات الوحدة الحسابية المركزية. وده طبعا شبه القيد هيبقى صرف المستحق مثلا للجهة اللي هي في الغالب طبعا في الامسال هناخدها هتكون مصلحة الضرائب. يبقى انا عندي كم كده عزيزي طلاب. تعالوا راجع تاني مع بعضها. يبقى عندي اربع قيود. القيد الاول خبالك. قيد خاص باصدار اه اوامر الدفع الخاصة بالمصرفات نفسها. يبقى الطرف المدينة عندي اقول من حساب المصرفات باسم الباب. باب الاول مرتبات وجور او الباب التاني الخاص بالسئلة والخدمات الى مذكورين. واكتب اه حساب الدانين دي بالمبلغ المستقطعة. على سبيل المسال او المبلغ دي مستقطعة المستقطة الدرائب. اقول الدرائب بن قصين. وبعدين اقول اوامر الدفع المرسلة بقيمة ايه? بقيمة امر الدفع. كده انا اصدرت ده اصدار امر الدفع. طيب لما يجي لي بقى ايه? اشعار انه تم صرف امر الايه? الدفع. يبقى امر الدفع ده لازم يجي ايه? لازم يجي مدينة. بارجع اقول من حساب اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية. وده صرف اوامر الدفع الخاصة بالايه? بالمصرفات. ده القيد التاني. القيد التالت أوضحنا عزاء الطلاب قلنا واستفادنا وقلنا إن إحنا لما بنجي نصدر بقى قيد أو نصدر أوامر الدفع بالمبالغ المستحقة علينا مثلا لأي جهة بنقول من حساب الدأنين فلو جنا نصدر أمر دفع بالمستحقة علينا لمصلحة الضرائب هنقول من حساب الدأنين إلى حساب أوامر الدفع المرسلة بالمبلغ الخاص أو بالمستحقة لمصلحة الضرائب وشح القيد إصدار أوامر دفع بقيمة المستحقة لمصلحة الضرائب أو أي جهة ثم بعد كده الأول ما يجي لإشعار أنه تم صرف أوامر الدفع المرسلة يبقى قول من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية طرف المدينة والطرف الدئم بقيمة طبعا المبلغ الخاص بأصحاب الحق اللي هم في الغالب يبقوا مصلحة الضراب في الأمثلة نشوفها وش حلقة صرف المستحق لمصلحة الضراب يبقى أنا عندي أربع قيود أعزائي الطلاب بيتم إجراءهم عند صرف بأوامر الدفع الإلكتروني تعالوا نشوف مع بعض أمثلة عشان نأكد فهمنا للطريقة اللي بنسجل بيها العمليات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وناخد بالنا والركز لأنه ده سؤال دايما بيتكرر فيه الامتحانات تعالوا نشوف أعزائي الطلاب مع بعض المثال الأول بقول لي اشترت إحدى الوحدات الحكومية من أحد الموردين أدوات كتابية بمبلغ 10 تلاف جنيه وقد تم خصم 5% ضرائب وأصدرت أوامر الدفع اللازمة وتم صرفها المستحقية خلي بالك ما قال لكش وتم إصدار أمر الدفع وتم صرفه لا قال لي إيه أصدرت أوامر الدفع يعني لو حد له مستحقات عند الوحدة مثلا استقطاعات زي مثلا مستحق الدرائب استقطعنا لها مبلغ مثلا هنصدر لها أوامر الدفع بأول هنا عايزني أعمل الأربع قيود كلهم أعمل القيد الأول اللي هو الخاص بإثبات إيه إصدار أمر الدفع الخاص بالمصرفات اللي هي فيه المثال بتاعنا أدوات كتابية ودي طبعا هتبقى خاصة بالباب التاني وهو باب إيه باب السلع والخدمات وكذلك أيضا المبلغ اللي هيخصم لحساب مستحق الدرائب اللي هو هيبقى عبارة 5% من 10 تلاف جنيه 10 تلاف في 5 عالمية فيكون عند الدأنين طرف دائم بكام بـ 500 جنيه وكذلك أوامر الدفع المرسلة هتبقى طبعا بإصافة المبلغ اللي هو العشر تلاف ناقص الإيه ناقص الخمسة في المية درائب اللي هي 500 فيكون عند على طول هنا أوامر الدفع المرسلة بـ 9500 جنيه خب بالك معايا تعال بقى وركز كده إن أنا هعمل القادة أول حاجة هحسب قيمة أو مبلغ مبلغ الدرائب المستحق اللي هو طبعا قال للدرائب كام 5% فأقول 10 تلاف في 5 عالمية يطلقوا 500 جنيه طيب مبلغ أوامر الدفع اللي هو مبلغ أمر الدفع اللي هي ايه اللي هيصدر للمصروفات هيساوي طبعا كام عزيزي الطلاب مبلغ أمر الدفع اللي هو هيساوي طبعا كام 10 تلاف جنيه ناقص الخمسمائة جنيه اللي هو المستحق المستحق الدرائب يبقى عندي 9500 جنيه يبقى أنا عندي حسبت مبلغ الدرائب اللي هو 5% من قيمة السلع وطلق 500 جنيه بعد كده جبت قيمة أوامر الدفع المرسلة اللي هي 9500 وخمسمائة ابتدأ عمل بقى كام قيد هعمل أربع قيود تعالوا نعملهم مع بعض كده بسرعة تسطر بقى دفتر يومي دفتر يومية وانت عارف طبعا أنا عندي في الدفتر اليومية مدين ودائن وطبعا بيان بكتب فيه اسم الحسابي أنا عندي هنا كده على طول مدين دفتر اليومية بتاعي مدين دائن وهنا ايه بيان بكتب فيه أطراف القيد المدين والدائن وطبعا ده كده عزق الطلاب بنسمي ايه دفتر اليومية نكتب دفتر دفتر اليومية أو قيود اليومية خليك بقى معايا وركز كده واحدة واحدة ومشي معايا أول حاجة أقول من حساب المصروفات واكتب بقى كده باب ثاني اللي هو الباب الثاني سلع وإيه سلع وخدمات خاصة بالسلع وليه الخدمات لو قلت من حساب المصروفات باب ثاني خلاص ما فيش مشكلة اللي هو خاص بايه بالأدوات الكتابية أنا ممكن بقول من حساب المصروفات باب ثاني سلع وخدمات او من حساب المصروفات باب ايه ثاني وخلاص واكتفي بكده بكام دي طبعا المبلغ ده اللي استخدمات كلها بعشر تلف جنيه حشالين أدوات الكتابية بعشر تلف جنيه نقول إيه مزكورين وناخد بقى عزق الطلاب على طول هياخد حساب الدائنين اللي هو بالمبلغ المستقطع لمصلحة الضرائب نكتب الضرائب طبعا حسابتها بخمسمائة جنيه وبعدين أقول حساب أوامر الدفع المرسلة اللي هي طبعا تبقى بكام بتسعة تلاف وخمسمائة جنيه واكتب كده في شرح القيد إصدار أمر الدفع بقيمة بقيمة المصرفات اللي هي طبعا الأدوات الكتابية في هذه الحال وبعدين نفصل بخط في خانة البيان ده القيد الأول ده القيد الأول خلي بالك احنا نعمل كام قيد أربع يبقى ده قيد الأول تعال نشوف القيد التاني أسطر بقى دفتر إيه دفتر يومية استكمل بقى الحل الخاص بي صفحة جديدة ومعاك الورق هيكافي هيكافي إن شاء الله في الاختبار تقلب كده تسطر صفحة من صفحات دفتر اليومية وزي ما احنا عارفين عزيزي الطلاب مدين دائن بيان تاريخ هم الأربع أكود هيجوا في صفحة واحدة أنا عندي هنا مدين دائن بيان مش بهم التاريخ وبسجل بقى بقول إيه ده طبعا تابع تعودنا مع بعض إنه لما بجيب صفحة جديدة بقول تابع دفتر اليومية القيد التاني عزيزي الطلاب هيكون بإيه بصرف بقى أوامر الدفع إيه أوامر الدفع المرسلة اللي هو بالتسعة تلاف وقبصمين جنيه فأرقى إيه أجيب أوامر الدفع مرسلة مدينة والوحدة الحسابية المركزية طرف دائم فأقول من حساب على طول من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية الوحدة الحسابية المركز بيكان بقيمة أمر الدفع اللي هو كان كاما عزيزي الطلاب بقيمة أمر الدفع المرسل اللي هو كان تسعة تلاف وخمسمائة جنيه يبقى اكتبين على طول طرف المدين تسعة تلاف وخمسمية تسعة تلاف وخمسمية في الدائن واشرح القيد صرف امر الدفع بقيمة المصروفات صرف امر الدفع بقيمة المصروفات وافصل بين كل عملية وعملية بخط في خانة البيان لا يتعدى او كل قيد والقيد التالي على طول بعد كده عزاء الطلاب هبتدى عمل ايه هصدر بقى امر دفع بقيمة المستحق للدائنين اللي هما مصلحة يبقى اقول على طول لازم اجيبهم من هم دائم يبقى لازم اجيبهم ايه اجيبهم مدين يبقى اقول من حساب الدائنين من حساب الدائنين اللي هبنكوسين كده الضرائب الى حساب اوامر الدفع المرسالة بقيمة المستحق المين لمصلحة الضرائب اللي هو كاما عزاء الطلاب خمسمية جنيه يبقى على طول اكتب خمسمية جنيه في المدين خمسمية جنيه في الدائن واكتب طبعا اصدار امر الدفع بالمستحق لمصلحة الايه الدرائب بالمستحق لمصلحة الدرائب واشد خط في خانة الايه البيان بين القد والقد الايه التالي له على طول واشوف بقى دي بقى دي القد التاني وده القد الايه رقم ثلاثة القد الرقم اربعة هنصرف بقى امر الدفع الخاص بمصلحة الايه بمصلحة الضرائب اللي اني قال لي ايه وتم صرفها لمستحقها يبقى المبلغ صرفة لمصلحة الدرائب يبقى ارول على طول من حساب اوامر الدفع من حساب اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية الى حساب الوحدة الحسابية الايه المركزية بقى من حساب اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية طبعا بقيمة المستحق لمصلحة الدرائب اللي تم صرفه واشح القيد اقول ايه عزائي الطلاب اقول صرف امر الدف بالمستحق لمصلحة الضراء يبقى اصدرنا امر الدف ثم بعد كده عزائي الطلاب تم صرف امر الدف لحساب مصلحة الدراء يبقى ده القيد الايه القيد الرابع يبقى عزائي الطلاب لو جالي في الاختبار وقال لي جاب لي عملية خاصة بالدفع الالكتروني وقال لي ان تم اصدار كل اوامر الدف وتم صرف هذه الاوامر لمستحقها هبقى عمل قام قيد هعمل اربع كيوت زي ما شفنا القيد الاول بقول فيه من حساب المصرفات باسم الباب الخاص بهذه المصرفات سواء كان الباب الاول او الباب التاني ثم بعد ذلك بقول الى مذكورين باخد باستقطع المستحق لحساب باستقطع الدراء باسم الدائنين مش زي الشيكات او اذن الصرف ناخد بال بالنا من جزئة مهمة ان الدفع الالكتروني بيستخدم مصطلحات مختلفة لانه نظام مستقل عن يعني بذاته له مصطلحاته ومفاهيمه الخاصة بيه عشان كده احنا المجينة نقول كنا بنقول في مع الدفع بشيكات والدفع باسن الصرف كنا بنقول من حساب استخدامات الموازن هنا بنقول ايه بنجيب المصرفات باسم المصرفات اي مبالغ تصرف نقول من حساب المصرفات ونحدد الباب الخاص بيها ثم بعد كده الاستقطاعات كنا هناك بنقول ايه جاري مبالغ ده انا تحت الايه التسوية باسم مصطلحة الضرائب او ايه اي جهة بنستقطع لها مبالغ لكن هنا مع الدفع الالكتروني بنقول حساب الايه الدائنين وبينكو سين بنكتب هل مصطلحة الضرائب هل لقيت التقامات الاجتماعية او اي جهة من هذه الجهات ثم بعد كده المبلغ الصافي او المستحق بقى واللي يتم صرفه للمستفيد او صاحب الحق او للمورد هيكون باسمه اعزاء الطلاب هيكون باسمه اوامر الدفع المرسالة يبقى انا عند الطرف المدين حساب واحد وهو المصرفات ثم الطرف الدائن حساب الدائنين بالاستقطاعات وحساب اوامر الدفع المرسالة بقيمة امر الدفع اللي هيصدر لهذا المورد ثم بعد كده عند صرف امر الدفع نقول من حساب اوامر الدفع المرسالة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية لما نصدر مبلغ او نصدر امر دفع بالمبلغ المستحق للدائنين اللي هم طبعا مصطلحة الضرائب او غيرهم من جهات بيكون لها حقوق عند المشاقة وتم استقطاع مبلغ لحسابهم زي هيئة العامة للتأمانات الاجتماعية يبقى من حساب الدائنين الى حساب اوامر الدفع المرسالة كده اصدرت لهم اصدرت لهم امر دفع الالكتروني بعد ما اصدرت امر دفع الكتروني عند الصرف لما يتم ورود اشعار انه تم صرف هذه المبالغ هنقول من حساب اوامر الدفع المرسالة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية تعالوا نشوف مع بعض اعزائي الطلاب اجابة المثال دوت طبعا على الشاشة معانا فقلنا اول كده عندنا زي ما شفنا من حساب المصرفات السلع وخدمات باب تاني حساب الداني اللي هو بمبلغ الـ 500 جنيه مستحق للضرائب وحساب أوامر الدفع المرسالة باب ثاني بـ 9500 جنيه ودي طبعا عنده أصدار أمر الدفع بقيمة المصرفات القيد الثاني هيبقى طبعا صرف أمر الدفع بقيمة المصرفات وقلنا هنقول من حساب أوامر الدفع المرسالة باب ثاني إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية بقيمة طبعا أمر الدفع اللي هو بـ 9500 جنيه اللي تم صرفه القيد التاني هيتم بإصدار أمر دفع أو أمر صرف لمصلحة الضرائب فهنقول من حساب الدائنين أو الضرائب بين قصين الضرائب من حساب الدائنين بين قصين مصلحة الضرائب إلى حساب أوامر الدفع المرسلة ثم بعد ذلك طبعا بالخمسمائة جنيه ونشح القيد طبعا أعزائي الطلاب ما ننساش لأن شرح القيد زي ما أوضحنا هو عنوان القيد أو هو جزء من القيد المحاسبي زي ما أوضحنا هنقول إصدار أمر الدفع بالمستحق للمصلحة الضرائب وبعد كده لما يجي لي إشعار من بصرف أوامر الدفع المرسلة هيكون القيد عندي من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية تعالوا نشوف مثال كمان أعزائي الطلاب مع بعض مثال التاني بيقول لي اشترت إحدى الوحدات الحكومية من المورد أحمد حجازي أدوات كتابية بمبلغ 30 ألف جنيه اشترت إحدى الوحدات الحكومية من المورد أحمد حجازي أدوات كتابية بمبلغ 30 ألف جنيه وقد تم خصب 400 جنيه من ضرائب لحساب طبعا مصطقة ضرائب وتم إصدار أوامر الدفع اللازمة وتم صرفها لمستحقه يبقى على طول أن أعمل أربع قيود القيد الأول هقول فيه من حساب المصروفات طبعا دي هوت بنشتري أدوات كتابية ومن المورد فقول من حساب المصروفات باب ثاني سلع وخدمات إلى طبعا مذكورين هيبقى عند الطرف الدائن حساب الدائنين بقيمة الدرائب اللي هو 400 جنيه وحساب أوامر الدفع المرسلة اللي هتبقى في الحالة دي بتسعة وعشرين ألف وستمائة جنيه اللي هو الفرق بين الربعمائة جنيه والتلاتين ألف ودي طبعا هيبقى قيد إصدار أوامر الدفع المرسلة الدائنين ثم بعد كده هنصدر قيد بقى بعد كده أو هنصدر أول ما يجلنا أشعار بصار في المبلغ اللي هي أوامر الدفع المرسلة اللي تم بقى إصدار أمر الدفع المرسلة اللي هيبقى بتسعة وعشرين ألف جنيه وستمائة هنقول من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية تعال نشوف مع بعض القيود أول قيدة عنده هيبقى من حساب المصروفات سلع وخدمات باب ثاني الى مذكورين حساب الدائنين وخب بالك انا جبت 29600 منين طرحت 30000 جنيه تبعدت منهم المبلغ المستقبل على حساب مصلحة الضرائب يبقى 30400 طرق 29600 هيبقى اوامر الدفع المرسلة واش حلقية في عبارة بسيطة اصدار امر الدفع بقيمة المصروفات ثم بعد كده ازبط بقى صرف امر الدفع لان هو قال لي وتم صرف المبالغ المستحقة لمستحقيها يبقى قول من حساب اوامر الدفع المرسلة باب ثاني بقيمة امر الدفع اللي هو 29600 الى حساب الوحدة الحسابية المركزية طبعا باب ثاني بال 29600 واشرح العبارة كده اواشرح القيد في عبارة بسيطة صرف امر الدفع بقيمة المصروفات بعد كده هصدر اوامر دفع للدائنين لان احنا قلنا اربع ايه اول ما يجيني مثال زده او حال زده لازم اعمل اربع ايه قيود القيد التالت هيبقى من الدائنين الى حساب اوامر الدفع المرسلة ده طبعا يكون بقيمة المبالغ المستحقة للدائنين وهيصدر بها امر دفع فاقول من حساب الدائنين اللي هي بنقصين مصطقة الضرائب الى حساب الوحدة الحسابية المركزية هيبقى بربعمية جنيه ثم بعد كده من اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية بربعمية جنيه تعالوا نشوف الكيود معنا قد 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 ق حساب أوامر الدفع المرسلة باب ثاني إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية باب ثاني طبعاً بربعمائة جنيه دي عزيزي الطلاب القيود الخاصة ب إصدار أوامر الدفع إلكترونية وتحصيل أوامر الدفع وزي ما وضحنا الطرف المدين لما نصدر أوامر الدفع للمورد بنقول من حساب المصوفات لكن لما بنصدر أوامر الدفع لأصحاب الحق مثلاً اللي إخنا استقطعنا منه مبلغ زي ما استحطى الضرائب بنقول من حساب الدقنيه السؤال اللي بترح نفسه دولة عزيزة الطلاب ايه هو مصير ما هو مصير الوحدة الحسابية المركزية الوحدة الحسابية المركزية طبعا في نهاية السنة المالية بيتم يقفالها في حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية يعني في نهاية الوحدة الحسابية المركزية في نهاية السنة بقفل الوحدة الحسابية للمصروفات نخب بالنا نحن بدأتكلم عن الوحدة الحسابية للمصروفات الوحدة الحسابية المركزية للمصروفات طبعتها دائنة خب بالك من الجزئة دي هي مصروفات اه المصروفات نفسها طبعت تمانينة لكن الوحدة الحسابية المركزية للمصروفات طبعتها دائنة ففي نهاية السنة المالية بيتم اقفالها في حساب اسمه حساب المنصرف بمعرفة المزارة المالية فبعمل قيد اقول فيه انا في نهاية السنة تعال معايا بقى كده في نهاية السنة المالية في نهاية السنة المالية بيتم اقفال حساب الوحدة الحسابية المركزية في حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية حساب اسمه كده حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية الوحدة الحسابية المركزية للمصرفات طبيعتها مدينة ولدينة دائنة الوحدة الحسابية المركزية للمصرفات طبيعتها دائنة مش مدينة لما اقفلها لازم اجيبها مدينة يبقى في نهاية السنة هقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية لو قال لي اقفل بقى حساب الوحدة الحسابية المركزية للمصرفات هقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية خلال السنة المالية تعالوا نشوف مع بعض مثال نوضح من خلاله الطريقة اللي بيتم بها اقفال الوحدة الحسابية في نهاية السنة المالية مثال ثلاثة بقول لي تم اقفال الوحدة الحسابية للمصرفات البالغ قيمتها تمانين الف جنيه في الحالة ده اقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية الى حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية بمبلغ تمانين الف جنيه في المدينة تمانين الف جنيه في الدين وده قيد إغفال الوحدة الحسابية للمصرفات يبقى في نهاية السنة المالية بنقف الوحدة الحسابية المركزية للمصرفات وبنقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية وبسجل المبلغ المبالغ اللي تم الإغفال بها وأقول طبعاً في مثلنا 80 ألف جنيه أقول 80 ألف جنيه في المدين 80 ألف جنيه في الدائن إلى حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية دي عزاء الطلاب الطريقة اللي بنسجل بيها المبالغ اللي بتصرف بأوامر الدفع الالكتروني زي ما شفنا عملية بسيطة وسهلا بيجي لمسال واحد وبيقول لي سجل هزي العملات فين في دفتر اليومية وانا عندي أوامر الدفع الالكتروني أوضحنا ان احنا عندنا اربع قيود القيد الاول بقول من حسب المصرفات الى مذكورين الدقنين بالمستقطع لأي جاوة في الغالب بتبقى مستقطع الضرائب وحساب أوامر الدفع المرسلة بالمبالغ أو بقيمة أمر الدفع الالكتروني اللي تم اصداره ثم بعد كده لما بيجي ليشعار بقى بصرف المبالغ بصرف أمر الدفع المرسل بقول من حساب أوامر الدفع المرسلة حساب الوحدة الحسابية المركزية لما مصدر أمر دفع لاي جهة من الجات أصحاب الحق بقول من حساب الدائنين زي ما استقطع الضرائب على سبيل المثال من قولنا من حساب الداينين إلى حساب أوامر الدفع المرسل إلى حساب أوامر الدفع المرسل يبقى على طول لم مصدر لم مصدر أقول من حساب الداينين إلى حساب أوامر الدفع المرسل ده بالمبلغ المستحق لأي جهة من الجهة لما يجي لي إشعار بصرف أوامر الدفع المرسل أو يقول لي تم صرف المبالغ على طول أقول من حساب أوامر الدفع المرسل لأن أوامر الدفع المرسل بتصرف منين؟ من الوحدة الحسابية المركزية من حساب أوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية يارب تكونوا مستفدتم من حلقة اليوم وطبعا ياريت نحل تدريبات ونراجع مع بعض الأمثلة دي وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة يكون مجاهز لكم مجموعة من الأسئلة النظرية الخاصة بأوامر الدفع الكتروني لكننا عايزكم تاخد بالكم الحاجة نحن آخر جزئية تكلمنا فيها تكلمنا طبعا عن الطريقة أو أن الوحدة الحسابية المركزية للمصرفات بيتم إقفالها في نهاية السنة المالية فمنقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب المنصرف بمعرفة وزارة المالية دول مجموعة القيود أو العمليات اللي هجيلك على الدفع الكتروني بتمنى أنتم تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وانتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة وحلقة متعلقة بالتوجيه المحاسبي للعملات الحكومية وإلى أن نركوكم على خير إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته